بسم الله الرحمن الرحيم في فيديو اليوم سنشرح إضافة يوست SEO هذه الإضافة ستساعدك تصدر نتائج البحث بكل سهولة انتظرونا بعد الإنترو قبل أن نبدأ بالفيديو لا تنسوا تضغطوا لايك واشتراكوا للقناة إذا عجبكم الفيديو والآن دعونا ننتقل على واجهة الورد بريس الخلفية طبعا هذه هي واجهة الورد بريس وأنا سأشرح على موقع يليه ابراهيم منصور دوت سايت لكن قبل ما أبدأ أشرحا استضافة خلونا نحكي لكم شوي عن SEO أو تحسين محركات البحث تحسين محركات البحث باختصار تحسين محركات البحث هي عبارة عن مجموعة من الأمور اللي أنت لازم تسويها على الموقع تاعك عشان تتصدر نتائج البحث من خلال إضافة اليوست SEO راح تساعدك على تحسين من مقال تاعك عساس يتصدر نتائج البحث لكن هاي الإضافة مش شيء أن انت بتنزلها خلص المقال تاعك راح تصدر نتائج البحث لا هي فقط أداة مساعدة ففي بعض الخطوات والأمور اللي راح تجدها في هاي الأداة راح تتبع هاي الخطوات بعدين راح يتحسن المقال تاعك عشان تتصدر نتائج البحث لكن بيظل عليك أمور ثانية إنك تسويها على الموقع تاعك عشان تتصدر بشكل جيد مع محركات البحث أو النتائج الأولى في محركات البحث طبعا أنا شارح فيديو سابق عن تحسين محركات البحث أو دليل كامل عن تحسين محركات البحث هتلاقوا الرابط أسفل الوصف الآن دعونا نتابع الشريح طبعا أنا منزل الأداة وهي يوست أسيو مطلع على السيد بار ننزل إلى الأسفل ملاقي أداة يوست أسيو لكن إحنا إذا بدنا ننزلها نضغط من السيد بار على كلمة بلغن بعدين أد نوم بعد ما ضغطنا أد نوم من خلال مربع البحث نبحث عن يوست عفوا نبحث عن يوست أسيو بعد ما بحثنا عن أداة يوست أسيو زي ما هو ظاهر عماننا هاي هي الأداة انت بتعملها نستول بدين تعملها اكتيفة والأداة تصبح مفعل عندك على الموقع وتبدأ تحسن من مقالاتك أو منتجاتك أو صفحات الموقع الخاصة فيك يعني هذه الأداة ستساعدك بشكل كامل على موقعك إلكتروني إنك تصدر نتائج البحث وإذا منشوف أمامنا يعني فيه خمس مليون شخص أو أكثر من خمس مليون شخص مفعل هذه الأداة على موقعه وطبعا ما أخذ ريت 27000.400 يعني ريت كثير عالي وهذه الأداة من أفضل الأدوات على الورد بريس لتحسين محركات البحث كمان فيه أداة All-in-One SEO لكن أنا بفضل Yoast SEO إنك تستخدمها على موقعك الإلكتروني كبداي لأن هذه الأداة غير إنه بتساعدك تأخذ الموقع على تحسين محركات البحث في عندها موقع إلكتروني خاص فيها موقع Yoast SEO كمان فيه دليل كامل إنك تتصدر نتائج البحث يعني تتعلم نتائج كيف تصدر نتائج البحث من خلال هذا الموقع والآن بعد ما نزلنا هذه الأداة رح نلاقي الإضافة موجودة على Sidebar زي ما هو ظاهر أمامنا Yoast SEO طبعا فيه إنه مجموعة من الإعدادات لكن قبل ما نبدأ ندخل ونشرح عن هذه الإعدادات خلونا نشوف هذه الأداة شو اللغات اللي بتدعمها لأنه فيه ناس كثيرة بتحكي مثلا هذه الأداة ما بتدعم اللغة العربية بتدعم اللغة الإنجليزية فقط طيب إذا ندخل على موقع أداة Yoast SEO ومننزل الأسفل منطلع هان Language Available يعني اللغات المتاحة إذا ننزل الأسفل طبعا هون كامل اللغات من اليسار اليمين مع اللغة العربية آخر، كمان إذا ننزل الأسفل تحليل والمحتوى أو تحسين من المحتوى كمان بتدعم اللغة العربية مثلما هو ظاهر أمامنا ثمаков منننزل الأسفل الذي هو تحليل القراءة يعني لا يحسедьك بتحسين القراءة داخل المقال كمان بتدعم اللغة العربية فالأسفل، الدعم بتتعويل الروابط بتدعم اللغة العربية فهي الأداة بتدعم كاملو اللغات وبتدعم اللغة العربية بشكل رئيسي طب والآن دعونا نرجع للWordPress ونفتحها أول شيء عندنا عدة خيارات من هذه الأداة طبعا الأداة ستظهر بالSitebar و ستظهر بالTubbar بالTubbar سيظهر عندك Notification في عندك Keyword Research يعني بعض الأدوات بتساعتك عن أنك تبحث كلمة مفتاحية مثلا جوجل Ads و جوجل Trend وفيه Keyword Research من خلال موقع Just SEO لكن مدفوعيا هذه الأداة مدفوعة وعندك SEO Setting إن شاء الله سنتعرف عليه من Sidebar و سنتعرف عليه من Sidebar لكن أنت قبل أن تبدأ تشتغل على الأداة وتكتب مقالك أو تنزل المنتج معين لازم تبحث يعني في عندك أمور ثانية من SEO لازم تبحث عن كلمة مفتاحية الكلمة المفتاحية هذه لازم تكون سهلة المنافسة و عليها بحث عالي شهريا و يفضل أنك تبحث عن كلمة مفتاحية Long Keyword يعني كلمة مفتاحية طويلة من ثلاث إلى خمس كلمات طيب أول ما نقرب المابس على أداة Just SEO من Sidebar سيظهر عندنا مجموعة من الإعدادات أول شيء عندنا إعدادات General أو الإعدادات العامة لهذه الأداة سنضغط عليها بعدين سنقلنا لعنا عدة أدوات أو عدة إعدادات سنتعرف عليهم الآن أول شيء بالداشبورد هنا سوف تظهر كامل إشعارات هذه الأداة إذا كان عندك أخطاء على أداة Just SEO أو ممكن أن تنزل أداة ثانية خاصة بال SEO فهنا سأخبرك أن عندك خطأ لازم تمسح هذه الإضافة يعني ممنوع أن تنزل إضافتين SEO على موقعك مرة واحدة لا، لازم تنزل إضافة واحدة هنا الـ Notification أو الإشعارات يعني أي إشعار سيجيك على الموقع الإلكتروني أو على هذه الأداة بالذات سيظهر هنا ونطلع الآن للخيار الثاني لـ Futures دعونا ننتقل للخيار الثاني من خلال هذا الخيار أنت ستسمع هذه الأداة إنها تحلل المقال تاك وتساعدك على تحسين هذا المقال لأنه يظهر في المحركات البحث طبعا ممكن منتجات ممكن صفحات زي المثكرنا سابقا نحن ننزل إلى الأسفل في عنا SEO Analyzes في عنا كمان تحليلات القراءة يعني كامل هاي التحليلات إحنا عملين لها On 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 يفضل إنه تترك الإعدادات زي ما هي يعني ما تغير على هاي الإعدادات لكن هاي الإعدادات إنت بتسمح لهاي الأداة إنها تتحكم بالموقع تاك بشكل عام لكن لدينا شيء كثير مهم عنا XML Sitemap طبعا هذا XML Sitemap عشان أنت تدخل موقع على Google Search Console أو Bing Webmaster Tools لازم تحتاج إنت لـ Sitemaps طبعا هاي الأداة تعطيك سيتماب كامل للموقع تاك من خلال إنك تضغط على علامة الاستفام الظاهرة أمامنا بعدين ها تضغط See the XML Sitemap ونحن تظهر كامل السيتماب الخاصة بموقعك الإلكتروني بتعملها نسخ وبتضيفها على Google Search Console أو Bing Webmaster Tools Master طيب والآن دعونا نرجع للأعلى نضغط على الخيار الثالث الخيار الثالث هو أدادات متكاملة يعني في بعض الإضافات الثانية ممكن تنزلها على موقعك بتساعد أداة Just SEO لتحسين المقالات وتحسين موقعك الإلكتروني إذا منضغط عليه طبعا في عنا إضافتين اللي هم سيم راش و ريتي طبعا هذول إضافتين أنا عملين لهم ON لكن إنت ممكن تنزلهم يعني هم عملين ON لما تنزلهم هيك رح يصيروا متشاركين أو متكاملين مع أداة Just SEO طبعا في عنا إضافتين ثانيين لكن إنت لازم تعمل upgrade لأضافة Just SEO عشان تفعل هذول الوظيفتين والآن إذا منطلع الأعلى لآخر خيار هو أخيار Webmaster Tools إذا منضغط عليه طبعا هون كامل محركات البحث الموجودة في العالم اللي هو أول محرك بحثه محرك بحث الصيني الثاني محرك بحثه بنك و جوجل وآخر إشي ياندكس كمان هذا محرك بحث روسي فإنت كمان ممكن أنك تفعل أدوات مشرفية المواقع من خلال هذه الأداة أو هذه الإضافة لا عليك إلا تجيب verification code وتضعوا هنا مثلاً بنك ومستر طولز وتضعوا الـ verification code وتضعوا هنا وتنسخوا وبعدها تنسخوا وبعدها تنسخوا هنا وبعدها تعمل save change لكن يفضل أنك إنت تفعله بشكل ثقائي لكن هنا لما تجيب الكود تعمل تساعد أو تكامل بين أدوات Just SEO وأدوات مشرفية المواقع وهذه ما يكون خلصنا من الـ general إذا مننزل الأسفل على search appearance أو مظهر البحث رح نضغط عليه رح يظهر عندنا كامل إعدادات كيف الموقع سيظهر بالبحث طبعاً أول شيء عندنا بالـ general عندنا الـ title سيبراتور تايتل سيبراتور هي فاصلة بين مثلاً عنوان الموقع واسم الموقع ففي ناس كثيرة بتختار أول واحدة أو بتختار اللي هي الشحطة الواقفة اللي يظهر أمامنا لكن انت زي ما بدك بتختارها فأنا سأخليها زي ما هي ننزل الأسفل عندنا الـ home page and post page طبعاً أنا عامل أعدادات سابقاً من أعدادات الموقع بشكل رئيسي يعني أنا محدد مين هي صفحة الرئيسية ومين هي صفحة المقالات والآن منطلع للأعلى بعدين منضغط على الخيار الثاني طبعاً هذا الخيار انت كيف بدك تظهر المحتوى للعملاء لما يبحثوا عن مقال معين أو عن موقعك الإلكتروني طبعاً هان أول شيء عندنا single post انت هان بتعمله يعني show post and search results يعني أنه أظهر المقالات على نتائج البحث وهان show you setting for post يعني كمان اظهر هاي الأداة داخل المقال على أنه تساعدك تحسي أن هذا المقال يتصدر لمحركات البحث فأنا عملهم on-on أو هم بيجوا نازلين مع الأداة ومفعلين طبعاً هون site title انت كيف بدك يظهر عنوان الموقع للعميل لما يبحث عن مقال معين أو كلمة مفتحية داخل محرك البحث كيف بدك العنوان يظهر للعميل طبعاً هون أنا title والpage اللي هي زي ما حكينا سابقاً بالجنرال اللي هي الفاصلة أو النقطة أو الشحطة الواقفة فأنت هان حسب شو بدك السيبرتور بتحددها فأنا هون عمل title والpage بعدين site title لكن أنا بحب أمسح الpage بس بخليه title اللي هو عنوان المقال بعدين سيبرتور بعدين site title اللي هو عنوان الموقع إبراهيم منصور ممكن أنت تضيف تعمل insert في عندك هون مجموعة من الخيارات ممكن أنت تضيف site title أو بترجع تضيف primary category يعني ان في عندك عدة خيارات ممكن تضيف أي خيار منهم نفس الشيء الميتا description أو description تاع المقال أو تاع صفحة معينة داخل الموقع كمان ممكن تعمل insert وتضيف بعض الإضافات داخل description يعني ممكن أنت تضيف site title خلص دائماً رح يظهر في description البحث للعملاء فأنا رح أخليه زي ما هو فاضي عشان أنا أكتب description داخل المقال بحيث أحسن من محركات البحث لأي مقال أو لأي صفحة على موقع إلكتروني منزل الأسفل هان عنا default page أو الصفحة طبعاً محطوط web page يعني افتراضي وكمان هان الarticle كمان محطوط افتراضي لكن انت ممكن تغير عليه مثلاً إذا نضغط على web page رح يظل عندك مجموع من الخيارات مثلاً عندك صفحة عناصر مثلاً هان صفحة حول يعني عن الموقع مثلاً هان صفحة تتحدث عن أسئلة وأجوبة لكن انت يفضل تخليها web page بحيث أنه يوخد بشكل افتراضي عن الصفحة اللي انت قاعد بتشتغل عليها فهو بحددها بشكل تلقائي يعني انه هاي صفحة صفحة أسئلة هاي صفحة contact us هاي صفحة خاصة بال about أو حول يعني انت يفضل تخليهم زي ما هم ما تعدل عليهم أي شيء طبعاً هاي الاعدادات لازم تعمل upgrade اذا مننزل الاسفل طبعاً هون نفس الاعدادات اللي سويناها فوق بس هون سويناها على post يعني على المقالات اذا مننزل الاسفل هون الاعدادات انت بدك تسويها على page أو على الصفحات نفس الاعدادات انت بتغير عليها زي ما بدك انت هون على landing page صفحات الهبوط هون على steps أو الخطوات نطلع للأعلى وننتقل للخيار الثاني وهو خيار media نضغط عليها طبعاً هون بحكينا انت بدك ترسل العميل للروابط يعني داخل المقال ترسله العميل للروابط بشكل مباشر فأكيد انا رح اكتب له yes يعني ما رح اخلي الروابط انه مش فعلات داخل المقال او داخل اي صفحة رح ننتقل للخيار الرابع كمان هي نفس الاعدادات اللي سويناها سابقاً على صفحات المقالات او الصفحات او template كمان هون نفس الاعدادات على ال category اذا مننزل الاسفل على tags وعال format فهاي الاعدادات بترجع للك انت كصاحب موقع نطلع للأعلى وننتقل للخيار الarchive كمان نفس العملية على other archives ننزل الاسفل عنا date archives وعنا special pairs نطلع للأعلى وننتقل الخيار طبعاً انا هذا الخيار شارح عنه سابقاً فيديوهات اللي هي انشاء موقع الكتروني لكن هذا الخيار عشان اشعه بشكل سريع هو شريط بظهر للعميل اسفل الصفحة واسفل المقال اللي داخل عليها بورجي وين تحركاته داخل الموقع مثلاً هو من الصفحة الرؤسية ضغط على مقال معين فهو هيظهر شريط زي هو الشريط يظهر امامنا التبار لكن هو هيضغط هون هون بعدين شحتتين داخل المقال او عنوان المقال زي ما هو ظاهر امامنا فانت بتحدد هان اعدادات البرد كرامب زي ما بدك انت فانا اعتركه على اعداداته الافتراضية زي ما انا نزلتو مرة اغير عليهم اي شيء لكن انت يفضل انك ترجع عليه وتشوف كيف تحب انت تغير من هاي الاعدادات هذا الاشي برجع لا اليك نطلع للاعلى اخر خيار عنا هو الرس اس طبعا هذا الخيار بساعدك مثلا انت لما تكتب مقال هو بتجيب لك روابط خارجية مثلا من مقالات وكيبيديا من مقالات اخرى او مواقع اخرى بتدخلها على المقال تحتك مثلا اذا انت حاط معلومة عن بحضتها وبحضتها داخل مقالك فانا يفضل انك ما تعمل عليه اي اعدادات عشان ما اتخربت من مقالاتك وهيك ما يكون خلصنا من اعدادات اذا ننزل للخيار الثالث هو خيار السوشيال طبعا هذا الخيار راح يساعدك انك تربط مواقع التواصل اجتماعي في هاي الاضافة منه زي ما هو ظاهر امامنا فيسبوك تويتر انستجرام وكامل الخيارات الظاهري امامنا فانت بتجيب روابط صفحتك على فيسبوك او صفحتك على تويتر وتضعها هون بعدها تعمل سيف تشامس وهيك انت بتربط موقع التواصل اجتماعي في هاي الاضافة بتساعد على تحسين محركات البحث لكن انت يعني اكيد اي موقع مربوط بشكل يدوي مع موقع التواصل اجتماعي لكن يمكن تربطهم من خلال هاي الاداة عندنا الخيار الرابع خيار التولز طبعا احنا لما نزلنا هاي الاداة نزلت اتبعها ادواتها اللي هم الظاهرين امامنا هدول الادوات نزلوا بشكل مجاني لكن في ادوات ثانية لازم تعمل upgrade لهاي الاضافة عشان تتفعل عندك الخيار اللي بعده هو خيار premium طبعا هذا الخيار بساعدك انك طبعا من خلال هذا الخيار في انك تعمل upgrade لهاي الاضافة بتعطيك يعني بتعطيك اعدادات اكثر على تحسين مقالاتك او تحسين موقعك الكتروني اللي تصدر محركات البحث لكن انت كمبتدئ الاصدار المجاني يكفي بالغرض فما بحاجة انك تعمل اي تحديث او اي upgrade لهاي الاضافة واخر ايش الworkouts اخر خيار عنا هو الworkouts تدريبات من اضافة يوست SEO طبعا فيه زي ما هو ظاهر امامنا عندك اول تدريب لكن في عنا تدريبات ثانية لازم تعمل upgrade عشان تحصل عليهم طبعا هاي التدريبات بتساعدك على تتقوى في ال SEO او تحسين محركات وهيك منكون خلصنا من هاي الاداة الان رح نشرح كيف احنا نحسن المقال من خلال هاي الاداة رح ننتقل لاي مقال طبعا انا كاتب مقال سابق لهو شرح التسويق بالعمول كمان رح ترككم رابط تاعه بالوصف طبعا انا شارح كمان في فيديو سابق طريقة كتابة مقال متوافق مع محركات البحث يعني كل الامور رح تساعدك عليها هاي الاداة انا شرحه في فيديو سابق لكن بدون هاي الاداة كمان الفيديو رح اترك الرابط تاعه بالوصف روح واحضروه بعدين تعالوا اشتغلوا هاي الاداة يفضل انكم تفهموا كيف تحسنوا او شو المطلوب منكم الامور المطلوبة منكم عشان تحسنوا اي مقال يتصدر محركات البحث بعدين تعالوا استخدموا هاي الاداة مساعدة لالكم الان زي ما ظاهر امامنا هذا هو المقال اذا مننزل الاسفل اخر المقال رح نلاقي الاضافة زي ما هو ظاهر امامنا يوست اسي او طبعا في عنا خيارين اول اشي تحليل المحتوى والاسي او الخاص بالمحتوى وفي عنا تحليل المقرؤية او تحليل القراءة للمحتوى طيب خلونا نرجع لتحليل المحتوى بشكل كامل او تحليل المقال طبعا في عنا مجموعة من الخيارات زي ما ذكرنا سابقا بتحسين محركات البحث انت اي مقال بدك تصدر فيه متائج البحث تحتاج لكلمة مفتاحية واحدة فمن خلال هاي الكلمة رح تتصدر محركات البحث طبعا فيه كلمات مفتاحية اخرى مساعدة ممكن انك تتصدر فيها محركات البحث لكن اللي رح يتصدر مقالك محركات البحث هي كلمة مفتاحية واحدة فانت بتروح تجيب هاي الكلمة المفتاحية لازم تعمل عليها بحث انه تكون سهلة وانه يكون عليها بحث عالي مثلا انا مختار شرح التصويق بالعمولة انا نحط هاي الكلمة لا اداة يوست اس او بحث انه يساعدني على تحسين هذا المقالة يتصدر نتائج البحث اذا مننزل الاسفل هون بحكيلي انت كيف رح يظهر مقالك على النتائج جوجل اول اجي نتيجة المحمول اول نتيجة المحمول زي ما ظهر امامنا شرح التصويق بالعمولة وان اخر اشي اه يعني شر Silver شرح التصفيق بالعمولة وما هو تصويق بعلمولات ودليل الشامل عنه بعدين Page اليه الصفحه بعدين اخر اشي الذي هو زي ما ظاهر امامنا واخر erste你 Teach title اللي هو براهيم منصور هذه العدادات الي قمنا فيها سابقا بتزيل الاسفل هنا يو عنوان URL الخاص في أي مقال فهو رح ياخده بشكل تلقائي يعني من عنوان الموقع فهو رح ياخد عنوان URL وهو شرح التصويق بالعمولي لكن لازم انت الكلمة المفتاحية اللي مختارها تكون كلمة رئيسية تحطها في عنوان عنوان المقال وتحطها بالوصف الخاص بالمقال وتحطها كمان بانوان URL الخاص بالمقال طبعا فيه كمان شغلات كثير وين تحطها داخل المقال أنا شارع عنها بالفيديو السابق اللي حكيت لكم عنه قبل شوي رح تلاقوا الرابط تاعوا بالوصف رحوا احضروه بعدين تعالوا اشتغلوا على هاي الاداة ما تشتغلوا على هاي الاداة بدون ما تحضر رغضاك الفيديو عشان الفيديو رح يفهمكم شكل كامل عن كيف تكتبوا مقال متوافق مع محركات البحث طيب ننزل الاسفل في عنا الميتا دسكريبشن أو الوصف الخاص بالمقال طبعا المقال هون بورجيك الخط هذا هو الخط الاخضر اذا تعديت عنه فانت بتكون تعديت في عدد الكلمات داخل دسكريبشن واذا نزلت عنه صار هذا اللون باللون الاصفر او الاحمر فانت ما وفيت عدد الكلمات للدسكريبشن او للعنوان زي ما هو ظاهر امامنا بعدين ننزل الاسفل طبعا هون انت بتعمل اشتراك لا هاي الاداة بتعمل اوبغريد ممكن انه تساعدك على اضافة كلمات مفتحية اخرى او اضافة عبارات رئيسية ذات صلة في المقال لكن احنا زي ما ذكرنا سابقا الاضافة المجانية تفي بالغرض رح ننزل الاسفل في عنا هون تحليل النتائج هون رح يبين لي انا شو في عندي اخطاء شو في عندي شغلات انا مسويها بشكل صحيح طبعا زي ما ظاهر امامنا طبعا الاداة بتظهر لك ثلاثة الوان هو احمر واسفر واخضر احمر يعني لازم تصلح هذا الخطأ اما اخضر فانت مسويه بشكل صحيح وفيه اصفر انه لازم تعدل عليه يعني مش مطابك بشكل كامل فاني عندي خطأتين زي ما ظاهر امامنا المشاكل اثنين والنتائج الجيدة 13 نبدأ بالمشكلة الاولى هي الروابط الداخلية انا داخل هذا المقال مش حاط روابط تنقل من هذا المقال لمقال ثاني داخل موقعي يعني مش لموقع خارجي لا داخل موقعي فيه روابط داخلية وفيه روابط خارجية لازم من اثنين تضيفهم داخل اي مقال يعني روابط داخلية من مقال لإلك لا بنقلك لمقال ثاني كمان لإلك لنفس الموقع أما الروابط الخارجية بتنقل من مقال لإلك لموقع ثاني آخر هنا العبارة الرئيسية في العنوان الفرعية العنوين الفرعية اللي هي من H2 ل H3 H4 العنوين كاملة طبعا أنا كل هذا الحكي شارحوا في فيديو سابق لازم هان بحكي ليستخدم المزيد من العبارات الرئيسية أو المرادفات في العنوين اللي هي H2 و H3 أنا مستخدم منها القليل ننزل الأسفل منشوف النتائج الجيدة طبعا هان بحكي لي الروابط الصادرة اللي هي الروابط الخارجية توجد روابط صادرة هان العبارات الرئيسية للصور كمان أنا لازم أحط عبارات رئيسية داخل أي صورة اللي هي مثلا أنا هان حاط العبارة الرئيسية شرح التسويق بالعمولة لازم أضيف هاي العبارة داخل أي صورة على المقال مش عكل الصور لكن في حد معين اني لازم أضيف هاي العبارة داخل الصور داخل المقالات داخل المقال اللي أنا قاعد بحسن في مهركات البحث مننزل الأسفل خلصنا من العبارات الرئيسية طبعا هون الصور كمان لازم انت اي مقال بتكتب لازم تضيف عليه الصور بعدين في عنا انه تحط الكلمة الرئيسية في المقدمة كمان انا حاطط الكلمة الرئيسية في المقدمة طول العبارات الرئيسية كمان في انا شارحه في فيديو سابق قديش لازم يكون طول العبارة اقل من مئة كلمة يفضل من ستين لسبعين كلمة فانا كمان شارحه بالفيديو السابق يفضل انكم ترجع وتعيدو الفيديو او تحتروا الفيديو كثافة العبارة الرئيسية الخط بيبينكم انتو قديش لازم تكتبوا بالوصف للمقال فانا اخضر فهذا الاشي جيد بعدين عندنا العبارة الرئاسية المستخدمة سابقة لن تستخدم عبارات مفتعية هذه من قبل يعني انا هاي الكلمة المفتعية اول مرة بجي عليها مقال اذا كانت متكرر يعني اذا ما استخدمها اكثر من المرة فهذا الاشي رح يضر مقالي اللي قاعد بنزله وما رح يصدر نتائج البحث بالمرة طول النص كمان هون بحكيه لطول النص يحتوي على 2165 كلمة فهذا اشي جيد وجوجل تفضل المقالات لأكثر من 2000 كلمة غير ما عادة مقالات الاخبارية يعني المقالات الاخبارية بتجي 500 كلمة فما فوق لانه مقالات سريعة وبتجي اخباره وبتطلع ترند مرة واحدة عندنا النتيجة اللي بعدها العبارة الرئيسية في العنوان كمان كاتب لي هان تظهر المتطابق التام للعبارة مفتاح تركيز في بداية عنوان تحسين محركات البحث كمان انا حاط العبارة الرئيسية في العنوان اللي هو الاتش ون او عنوان المقال بعدين هان طول العنوان زي ما ذكرت سابقا كمان انا عندي الخط باللون الاكتر فانا طول العنوان مناسب وجذاب للعميل دعونا ننزل الاسفل واخر اشي كمان انا حاط الكلمة المفتاحية في الاسلق او في عنوان اليوأرئي الخاص بالمقال اذا منطلع للاعلى كمان زي ما هو ظاهر امامنا شرح التسويق بالعمولة طبعا في ناس بتحكي مثلا انه انا لازم اسمي رابط العنوان الخاص بالمقال بلغة انجليزية لانه ما رح يظهر للعميل بشكل جيد لا جوجل ما رح تظهر للعميل صحيح لانه خرزميات البحث ما بتقدر الترجم اللغة العربية بشكل جيد وخاص عنوانات اليوأرئي لانه شبكة يعني كيف ده اوصف لكم شبكة البحث على بالعالم معمولة باللغة الانجليزية يعني ما بتدعم اللغة العربية لكن انت حطها باللغة العربية جوجل نفسه بفهمها يعني باخد التشفير تاعها وبفهم انه هاي بتدل على كلمة معينة باللغة العربية فعادي ما عندك اي مشكل انك تحط اي كلمة باللغة العربية داخل عنوان اليوأرئي الا اي مقال او اي صفحة داخل موقعك الالكتروني والان بننزل الاسفل هيك ما نكون خلصنا من كامل النتائج الموجودة في التحليل الاسي او بشكل عام للمقال لكن في نتائج ثاني اكثر من هاي النتائج انا رح ترككم رابط صفحة او مقال من يوست اسي او بتورجيكم كامل المشاكل اللي انتو رح تحسنوها داخل المقال اللي هو هذا هو المقال اذا بننزل الاسفل هون كامل الامور لازم تحسنوها داخل مقالاتكم يعني هون بحكي لك انت شو لازم تسوي شو لازم ما تسويه وهون كمان السيواناليز كل هاي الامور انت بترجموا باللغة العربية بتفهموا بشكل جيد او بتفهموا بشكل كامل بعدين تبدأ تشتغل عادات يوست اسي او طبعا احترقكم رابط هذا المقال بالوصف روحوا افهموا بعدين تشتغلوا عيوست اسي او لانه اذا اشتغلتم عيوست اسي او انتو مش باهمين كيف تتصدروا لان تأجي البحث فكل شغلكم رح يروح ايش فاضي فيفضل انكم تحضروا الفيديوهات موجودة بوصف الفيديو هاد ويفضل انكم تحضروا هدول المقالين طبعا هذا المقال كمان المقال الثاني اللي بتحدث عن اللي هو الاسي او الخاص بتحليل القراءة يعني هون عنا تحليل المحتوى هون تحليل القراءة يعني قديش هذا المقال جيد لقراءة للعملاء فكمان رح ترككم رابط هذا المقال كامل الامور لازم تحسنوا منها داخل المقال بحيث انه يصير المقال جيد للقراءة هون مثلا بحكي لك ما لازم يكون اكثر من 100 كلمة يفضل انه يكون من 60 ل 70 كلمة اي فقرة وكامل هاي الامور اقرؤوها بعدين ارجعوا اشتغلوا على اداة يوست اسي او خلونا نرجع لهاي الاداة وهك ما يكون خلصنا من تحليل الاسي او وتحليل المحتوى بشكل كامل الآن عنا تحليل القراءة يعني قديش سهولة القراءة للعمل طبعا انا عندي خمس امور جيدة ووحدة بدها تحسين لكن مش مضرة يعني زي مظاهرة ما نعطيني هان ابتسامة باللون الاخضر وهون فوق بعلامة يوست اسي او كمان نقطتين باللون الاخضر طيب كيف انت تحسن من هاي الامور طبعا اول اشي عنا الكلمات الانتقالية كيف يعني كلمات الانتقالية هاي اولا ثانيا اااا سمع يعني كل هاي كلمات الانتقالية بالعربي طبعا انا ما بعرفها يعني بشكل جيد لكن لازم تستخدم كلمات انتقالية داخل مقالك فانا يعني حاطتوا 27 بالمئة فقط من جول تحتوي على كلمات انتقالية فانا هاذا الاشي يعني بتحسن فيه بشكل كبير انا عمري ما سويت كلمات انتقالية داخل المقال الا بالصدف كانت تطلع معين طيب عنا الصوت المبني للمجهول كمان انت تستخدم بما يكفي من الصوت المبني للمجهول يعني اكيد كنا بنعرف شو الصوت المبني للمجهول لكن اذا انت ما عرفت شو الصوت المبني للمجهول بس اضغط عليها زي ما ظاهر امامنا رح ينقلك على مقال بعرفك شو الصوت المبني للمجهول وبتبدأ تحسن يعني كامل هاي الكلمات هي اصوات مبنية للمجهول ممكن تتعرف عليها باللغة العربية بحيث انك تضيفها داخل مقالك بعدين هنا عندنا جمل متتالية يعني ما لازم تضيف اكثر من جملية يعني الجمل هاي بتبدأ بنفس الكلمة يعني كتابت جملة بتبدأ كانت كلمة ورد برس كتابت جملة ثانية تحتها كمان بتبدأ كلمة ورد برس فهذا اشي غلط لازم بس تكتب يعني كل جملة لازم تبدأ بكلمة مختلفة عن الجملة اللي قبلها توزيع العنوين الفرعية كمان انا شارحه بشكل مفصل بالفيديو السابق رح تلاقوا الرابط في الوصف كمان انت كيف توزيع العنوين الفرعية داخل اي مقال طول الفقرة كمان ذكرت سابقا انه يفضل ما تتعدل مئة كلمة يفضل من ستين الى سبعين كلمة اي فقرة انت بتحطها داخل المقال او داخل اي صفحة واخر ايش طول الجملة كمان الجمل يفضل من العشرين لثلاثين كلمة كحد اقصى لان الجمل هي بتكون يعني جملة عابرة يعني بس انت بتفهم العميل بشكل سريع فهاي الامور كلها انا شارح عنها فيديو سابق لكن انا حبيت اberديكم اداة SaaS e-op عاو 𝗒 𝗏𝗎 𝗘 𝗮 𝗓 𝗎𝗎 𝗎𝗎𝗎𝗎𝗎𝗎◎ طبعا في امور ثانية لازم تشتغل عليها داخل مقالك او داخل موقعك طبعا في امور ثانية عليها تشتغل عليها داخل موقعك الإلكتروني عشان تتصدرها متائج البحث او تحسل من هذا الموقع عشان يظهر على محركات البحث منها مثلًا سرعة الموقع ال 그래서 يفضل انكم تدعمونا عشان نستمر فيديوهات قادمة في تحسين محركات البحث وامور كثير عن الماركتينج وعن العمل على الانترنت وعن المواقع الالكترونية فادعمونا في لايك واشتراك للقناة واتركوا تعليك اسفل هذا الفيديو شو بتحبوا الفيديو القادم انه يكون طيب الآن نطلع للأعلى في عنا المخطط او التخطيط او الليوت طبعا هذا الاشي احنا سويناه سابقا في اعدادات يعني اعدادات هاي الاضافية من واجهة الورد برس الخلفية لكن انت اذا هاي الصفحة كانت مثلا صفحة تحكي عن حول او مين منح فمن خلال نوع الصفحة انت بتحدد شو هي هاي الصفحة او شو عن تتحدث مثلا عندك صفحة سؤال وجواب صفحة تعليمات صفحة حول فكامل هاي الصفحات بتحدد ممكن انت تخليه افتراضي يعني هو يحدد بشكل تلقائي نوع المادة كمان انت بتحدد نوع اللي موجود داخل هاي المقال مقال اخباري مقال محتوى المعلن مقال ساخر المادة الاعلامية فهان انت ممكن مثلا تكتب اخبار يعني بس تتعداش ال 500 كلمة خبر بكون طالع تريند ممكن تكتب خبر وتحط مقال اخباري فراح يتصنف هذا المقال داخل النيوز يعني بمحركات البحث القصة بالاخبار طبعا هذا الشيء برجع لقلك حسب محتوى او مجال الموقع الالتكروني الخاص فيك طيب عندنا الخيار الاخير هو التواصل الاجتماعي طبعا هون زي ما ذكرنا سابقا انت بتربط مواقع التواصل الاجتماعي في هاي الاضافة بعد ما تربط هون بتعمل مثلا نشر او بتحط عنوان الفيسبوك وصف الفيسبوك وكامل هاي الامور انت بتضيفها على هاي المقال وهو رح يضيف لك اياها بشكل تلقائي على مقالك اللي انت قاعد بتكتب فيه وبعدين بتحسن او بحسن حركات البحث داخل هذا المقال وبعدين هو رح يحسن مقالك و رح يضيف عليها روابط الموقع السوشيال ميديا الخاصة فيك او خاصة في الموقع طبعا هيك بنكون خلصنا كامل الشرحن اضافة يوست اسي او هي اضافة جدا جدا رائعة وبتساعد اي مبتدئ انه يتصدر نتائج البحث لكن انا بعيده بكرر يفضل انكم تحضروا الفيديو الموجود او الفيديوهات الموجودة بالوصف بعدين يعني كمبتدئين اشتغلوا على هاي الاضافة بعدين رح تمسحوها يعني خلاص رح انتوا رح تعرفوا بشكل وانتوا بتكتبوا المقال بتاعكم رح تعرفوا وين تحطوا الكلمة الرئيسية رح تعرفوا كيف يتردبوا مقالكم بحيث انه يصير صديق لمحركات البحث ومنعيد ومنكرر اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تضغطوا لايك واشتراكوا للقناة انتظرونا بالفيديوهات القادمة الى اللقاء